السلام عليكم والانتقام نحمده على ما أفاض علينا من النعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ونشهد أن محمد عبد ورسوله سيد الألام اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام أما بعد أيها المسلمون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له رواه البخاري ومسلم وصارت ظهرا لحديث أحمد ومن قال السه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله وبعد أيها الناس اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه واعلموا أن لربكم عليكم حقا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولبعضكم على بعض الحقوق ولا يكون العيش الهني والحياة الطيبة إلا بإعطاء كل ذي حق حقه وقد ورد الحديث الشريفة في بيان هاتك الحقوق فهاكموها وعملوا بأجبها لعلكم تفلحون قال نبينا عليه الصلاة والسلام حق الله على كل مسلم أن يغتصله في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه ويسده لأن الله نظيف يحب النظافة وقال عليه الصلاة والسلام حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ضهي قتب وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفرضة فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا تعطي من بيته الشيئا إلا بإذنه فإن فعلت كان رب الأجل وكان عليها الوزر وأن لا تحوج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنه الله وملايكة الغضب حتى تتوبه أو تراجع وإن كان ظالما وقال عليه الصلاة والسلام حق الزوج على الماء أن لا تهجر فراشه وأن تبرى قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تحوج إلا بإذنه وأن لا تدخل إليه من يكرا 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 وأن لم تدخل إليه من أكرا وأن لا تدخل إليه من أمر وأن لا تخل إليه من يكرا فأنا يتباطية في الناس وأن في لل siguem明白 ترجمة نانسي قنقر 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 رسول الله سيد الألام اللهم السلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدن أجل عظيمة أما بعض فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل ما سنا كسبده لا يظلمون عباد الله إن الله يأمر بالعبد والإحسان وإتي ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغير يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم لك جلدي قلنا بني دلو تدوم أبو يالله تبارك وتعالى ترخلتك كنم ومسابالك وصنطك جلدي جلدي من ديف صلى الله عليه وسلم جلدي جل دب 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 أما لنجم وتم دسالي صحابة تدوية تابعيني بي لا يومي الدين يانا نشي الله بوله 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم وأجارني وإياكم من عذاب الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم أذكر الله يذكركم